المشكلة القديمة الجديدة والتي تدعزم أكثر بفعل غياب الفرص الاستثمارية وعدم تحسن الواقع الاقتصادي في العراق مشكلة البطالة التي تضرب مجدداً بنسبة 16.5% إعلان يصدره رسمياً وزير التخطيط خارد بتال بعد نتائج مسح القوى العاملة في العراق والذي نفذه الجهاز المركزي للإحصاء خلال نصف الثاني من العام الماضي مؤشرات كشفت عن أن المواطنين الذين تبلغ عمرهم 15 عاماً يشكلون 64% من السكان ونسبة الذكور والإناث بعمر 15 سنة بحدود 50% لكل منهما أما نسبة الشباب بعمر 15 إلى 24 عاماً شكلت 21% والعمر من 25 عاماً فأكثر شكلت نسبتها 43% تدلل هذه الأرقام على حقيقة أن نسبة الشباب الكبيرة في العراق تجد مستقبلاً غامضاً سيماً مع ارتفاع نسب البطالة وغياب فرص العمل لخارجي جامعات والمهن نتيجة حتمية لضياء فرص الصناعة العراقية والإنتاجية وفتح سبل الاستثمار وتوظيف نسبة الشباب العاطلة عن العمل أمام هذا كله فإن شكاوى مستمرة من طراز الكشف عن نسب ارتفاع العمالة الوافدة والتي تعرقل بدورها الطريق أمام توفير فرص عمل الشباب نسب كبيرة ومع أزمات اقتصادية مر بها العراق أهمها الظروف الصحية التي عصفت به كباق الدول والأزمة الروسية الأوكرانية وغياب الميزانية التي تأتي بفعل غياب تشكيل الحكومة الجديدة حتى الآن ظروف تهز مستقبل سوق العمل والذي أدى بدوره إلى أرقام كبيرة تفكر بالهجرة خارج البلاد بعد أن فقدوا الأمل بفرص عمل لهم داخل العراق